صباح الخير أعزائي المشاهدين تفقوا لحلقات بردامتكم ميكاب لاين كتير من البنات بيبقى عندها مشاكل كتير خصوصا في فاصل الصيف مع البشرة والشعر وكتير من البنات بتتواجه الناس مش بروفاشنال أو مش متخصصين في مشاكل البشرة والشعر فبالتالي بتبقى النتيجة سلبية كتير من البنات عندها نوع بشرة الدهنية البشرة الجفة البشرة المختلطة بتبقى عندها مشاكل يعني اختيار نوع الفاونديشن تعمل مثلا ايه في الصيف عشان تغير من مثلا اللوك بتاعها ازاي نغير تصليحة الشعر دي كلها مشاكل بتواجه البنات احنا من خلال برناميكو ميكاب لاين وان شاء الله في سيزون ده هنقدم كل ما يخص المرأة هندلع السلطات من الآخر هنقدم للمرأة كل النصايح اللي بتواجهها وبتكون محتاجها للبشرة للشعر ازاي نختار الميكاب ميكاب الصيف ميكاب الصبح ميكاب النهار وطبعا النهاردة هتكون من ورانا يعني اللي دايما بتنورنا في كل مكان خبيرة تجميل شيلين مردن صاحبة مراكز كانتك لورا وطبعا من المعروف جدا يعني الفترة اللي فايتت المراكز كانتك لورا كتعمل نجاح كويس جدا الفترة اللي فايتت النهاردة هتكلمنا عن كل ما يخص البشرة من بقى نوع البشرة ازاي الناس اللي عندها مشاكل في تصغير الانف ازاي عمل الروج بتلاقي صح ارسم العين واسة كل الكلام ده يعني هنتكلم فيه النهاردة مع خبيرة تجميل شيلين مردن احنا طبعا بيعتزر جدا لوقت حلقتنا احنا برنامجنا ان شاء الله يبقى الساعة 9 بس النهاردة كان فيه زرف بسيط وان شاء الله الفترة الجاية يبقى برنامجنا الساعة 9 طبعا الناس اللي حابة تشارك من خلال البيج على الفيسبوك او من خلال المكالمات هاتفية طبعا تتواصل معنا وتتكلم في كل ما هو جديد للبشرة والميكاب والشعر تاني حاجة النهاردة هنتكلم فيها الحاجة النهاردة هنتكلم فيها برضو ناس كديل سألتنا عالبيت جميلين بارح لما تكلمنا النهاردة هنتكلم عن الميكاب طبعا الناس كديل سألتنا على البروتين بتاع الشعر طب احنا دلوقتي بنحتاج نوع بروتين معين طب كل شعر بيختلف نوع بروتين عليه طب بالنسبة للسبغة طبعا يعني السنوات دي احنا في وسط صيف فيه الونات مترقعة الصراحة يعني انا بشوف ألواناتها المستوى الشخصي جميلة جدا وجديدة فإحنا حابين نعرف فاردو للناس اللي حابة تعمل بروتين هل البروتين أعمله قبل ما أعمل سبغة ولا بعد ما أعمل سبغة طب أعمله مثلا أوقات إيه بالزبط طب الفترة دي فترة الصبح بالنسبة للبنت المحجبة اللي بتلم شعرها مثلا تحت الحجاب طب بالنسبة للبنت اللي بشعرها هقدر لنا مثلا أنزل الصبح وأنا يعني حطى نوع معين سيروم كريم أين كان الحاجة اللي بستعملها الشعري كل ده نتكلم فيه النهاردة مع الميكيب أورتست شرين ماردن خلينا نطلع فاصل دلوقتي وإذن الله بعد الفاصل يبقى معينا شرين ماردن ونسألها عن كل ما يخص الميكيب والشعر انتظرونا ورجعنا لكم بعض الفاصل مع الفاشن موديل اللي زي الأمر الجميلة توتا حسن ازيك يا توتا منورونا النهاردة في ميكيب هنتكلم النهاردة مع توتا عن ازاي الفاشن موديل بتقدر تهتم بالميكيب والشعر الفاطل اللي احنا فيها دي طبعا كل سيزون زي ما احنا عارفين يعني الفاشن موديل لازم يبقوا عندهم تغيير في لون الشعر في الميكيب يعني بيواجبوا العصر اللي احنا موجودين فيه بالضبط كلميني كده عنك انت كفاشن موديل ازاي بتقدر يتهتمي بالميكيب والشعر وتواصل بكل جديد لازم بابطيتها لطول بكل جديد لون شعري يعني دلوقتي مثلا الموضة اللازم موضة الفاطل دي ايه الاشايات والاصفرات والذهبيات وكده يعني فلازم يعني الالوان بقى النبيتي وكده ده خالص لا خالص بالناس بقى للفانديشن والميكيب كل ما تبقى رقيقة كل ما تبقى السامبل كل ما تبقى سامبل كل ما تبقى في الصور وفي الفوتو ساشن وانا كموضة تطلعي احلى اللوك احلى كتير ودايما بنسمع عن السامبل عموما في اللوكات بيبقى الاحلى الفترة دي النظام بقى بتاع زمان اللي هو الميكيب الوفر والفالخور ميكيب وكده ما بقى يشت كل ما الموضة بقى يبين ان هي يعني ناتشور اكتر بقى الموضوع بيبقى احسن طبعا طبعا شوف طب بالنسبة لاختيار اللبس بتعمل ايه في اختيار اللبس تختار اللبس ازاي انا بختار اللبس طبعا لازم بشوف الفاشن وبشوف بيوت الازياء وباخد باكجراوند عن الموضوع طبعا بس ما يناسبني انا وما يناسب احنا عايشين في مجتمع شرقي ابرفو عليك كده يعني ما يناسبني انا وإيه اللي حلوة علي باخد ممكن الالوان وأشوف إيه اللي يناسبني باخد موديل كويس وكي موديل مش مناسب للمجتمع اللي احنا فيه لا طبعا خالص فبس بنشوف يعني مثلا الكارو موضة بس اعمل حاجة لقي انا السادة موضة بس اوكي اه فهمت يا حبت ايه هو ده الصحة يعني الفكرة كلها ان دلوقتي كل المي يعني مش كل معظم الفاشن زين او الفاشن موديل بيبقى اللبس مو الفيت ما بيكونش مناسب حتى للمكان اللي هما موجودين فيه فطبعا الاختيار الصح لللبس طبعا حاجت لهم جدا طب بالنسبة للميكاب في فاصل الصيف وفاصل الشتاب بالنسبة للفاشن موديل بيبقى اختياره ازاي بيبقى الميكاب الصيف غير الشتاب ولا اللي تنتبع المناسبة لا احنا منتعرض لاضاءة اكتر من الناس كتير او الله الاضاءة بنسبة لنا نفس الكلام فالاضاءة دي محتاجة ميكاب معين محتاجة ناس بروفاشنال طبعا هي الميكاب أرتست اللي بتحط ليه ميكاب ولكن بتوجيهاتي انه حسب بقى لو اليفنت بالليل اكيد الميكاب هيختلف لو اليفنت الصبح لو انا بعمل ايه فوتو سيشن ايه بالضبط حسب الموضوع طب بتشاركي حد في قراراتك يا توتة ولا انت اصلا بيبقى قرارك من نفسك انت من جاوزة بقى بتشاركي جوزك وقلبس ايه طب شايف المناسبة ايه ولا انت بتاخدي شوية لأ لأ خالص لأ لازم طبعا الامر شورى لازم اساسي ناخد لأي الانجالة في كل حاجات لأ وخاصة جوزي وفي المجال وكده فطبعا من اشور لازم بصي والله وربما فيك طبعا وانت من الناس المجتهلة جدا وعملتي بصمة كويسة فطبعا في مجال فاشن موضل نتمنى لك التوفيق الفطبعا الجاية طب انا شايفة حاجات حلوبة كده التاتو بقى والدلع ده ده ايه بنسبة للفاشن موضل لا لازم تهتمي بقى شوية تفاصيل صغيرة بتبقى بالنسبة لنا مش صغيرة اكيد بيكون شايفين موجات نظرنا غير طبعا وجات نظر الفاشن موضل يعني دي حاجات صغنتاتة كده بس اللوك الاخير بيبقى كويسة فانا بحاول اهتم مش فاير ربنا يا وفاك طبعا انت زي الأمر في كل حالتك وربنا يا ربي وفاك طب انا عايزة بارتو اعرف بالنسبة مثلا يعني الحاجات بقى ساحات بي بتلاقي مثلا الفاشن موضل اللي علاها حباية مش حارف حباية المناسبات دي اللي انت عارفها اللي مستعش اعرف المناسبة عندك مثلا فوتو سيشون عندك حاجة بتتعملية بتواجه بالميكوب وبالكريمات وبحاول يعني ان انا طبعا اداري بس تبتظهر مش تبتظهر كل المناسبة هيتلاقي عندك افانت مثلا عندك حلقة عندك هوا الحبابة هتلاقي ايه معروفة بس الفوتوغرافر عليه برضو يعني بسي الميكوب أرتيست انا انا هي منظومة متكاملة انا جزء والميكوب أرتيست جزء والفوتوغرافر الميكوب هي هتحاول تداري وهو في زاوية التصوير مش هيبين بقى الديفوت هي المشكلة يعني الصح انك تعرف فيه فين الديفوت وما تحاوليش تنظرين الست كل ما فيه ستة وحش كل ستة حلوة بس الستة الذكية هي اللي تطلع جمالها هي اللي تبرز جمالها فين جمالية جمالية في ايه وشي ايه احلى حاجة فيه فهي تركز تاملس بوطة عليها انا عشان كده في برنامجنا ميكا بلاين يا توت احنا وجهنا اهتمامنا للستة فقط حبينا حبينا نحمل فوكس على الست ازاي نهتم بجمالها بجمال بشروتها باداقتها يعني الست انا دايما بصنفها ان هي مش نصف المجتمع هي المجتمع كله ايوا يعني طبعا اكيد ايوا طبعا هي الام وهي الاخت انا عايز اقولك في الكونترول روم ودي بداش عنصرية لا لا هي الام وهي الزوجة وهي الاخت وهي الجارة يعني هتلاقيها هتلاقيها بكل حت هي المجتمع انا حبينا بقى نوجه الفوكس ناحية الست والمرأة ونهتم اكتر بجمالها ونزاي ان هي مفيش ست وحشة على فكرة ومش لازم تبقى جميلة تبقى اوفر انت ممكن تبقى رئيئة جدا وبسيطة جدا بس انا والله بليز يعني اسمحيلي هنتهز الفرصة واقولها ايه حبيبي بقول لكل ست بما اننا احنا هنا بس عشان نهتم بالمرأة انا بقول لها انتي لازم تهتمي جوه البيت اكتر كتير من اللوك برا البيت دايما العكس بيحبت اه يعني من فضلك هنغير بقى النظام ومش مجرد بقى ان انا جوزت وجبت بيبي فخلاص الحياة وقتك لا خالص الزوج لازم انتي لدي انتي ست انتي مخلوع عشان تبقى بس حلوة ويا ريت تبقى حلوة قوي في البيت اوكي تبقى حلوة برا بس حلوة قوي في البيت لجوزك ولا قوي صح طبعا طبعا دي مسج انا بقى يعني من خلال برنامج حضرتك انا بقولها جميل جميل في اي حتة بس تبقى في بيتك من قمر والله يبصي دي نصيحة جميلة جدا من وجهة كل ستة طبعا هي بتهتم بجمالها الخليجة دايما اكتر من الجمال الداخلي اوفيحنا لأ طبعا لما الجمال الداخلي حتى لجوزك يعني عشان حتى نتغضع عن المشاكل اللي بنسمعها كتير بتبقى الفترة دي ده كان نفسي نبقى مع بعض اكتر من كده لنا حلقات الفترة جاية كتير نورتين وشرفتين توتا حسن فاشن موديل جميلة ان شاء الله معينا فقرات تانية وانتظرونا في حلقات تانية كتير كل ما يخص المرأة في الفاشن والميكب ودلوقتي فكرة انكت النهاردة طبعا كان قبل الفاصل نوهنا ان معينا الميكب أرتست الجميلة شرين ماردن بس هو فيه ظرف يعني اتأخرت بسببه النهاردة بإذنان معينا الحلقات الجاية وهنتكلم طبعا عن كل ما يخص المرأة وجمالها وهندلع الست في برنامج ميكب لاين انتظرونا في كل جديد كل خميس الساعة 9 الصبح على قناتنا الجميلة قناة الصحة والجمال استنونا